ده أكيد طيب عايز أخذك شوية لكورة النادي الأهلي الفترة اللي فاتت دي مع بيتسو موسيماني مش الفترة اللي فاتت مباراة وفاكستيف تحسن كثيرا أداء ممتاز أداء رائع نتيجة وأداء موسيماني عمل مباراة جدا ما قبل كان وحش ما قبل كان في زعل من جمالي النادي الأهلي ما قبل كان في شك عند بعض جمالي النادي الأهلي في مدينهم الفني الناجح جدا كان ما قبل شك عند جمالي النادي في بعض عناصر الفريق زي مثلا بيرسي تاولت أولك جدا في مباراة وفاكستيف شفت المشهد ده ازاي شفت أن الأهلي أفريقيا غير محليا ليه يعني الأهلي مركز جدا أفريقيا جدا محليا يمكن ريح شوية محليا حسابات موسيماني مختلفة شوية نهيك عن أنا برضو عايز أشيد بالدوري الدوري كويس جدا جدا انبارح الزمالك بيتغلب من أمبي الأهلي بيتعادل يعني في مفاجآت كتير الدوري بخلص احنا لسه بنلعب في الدور الأول يعني ما زلنا لسه معنهناش الدور الأول فعشان تبقى المنافسة بالشكل ده لا الدوري قوي والدوري بشكل كويس وده مش معناه أن الدوري أقوى من بطورة أفريقيا عشان برضو ايه الكلام يبقى مفهوم بشكل صح يعني لكن الموسيماني مركز كويس جدا جدا أفريقيا عارف أن هو على بعض خطوة من هو يحقق إنجاز كبير جدا 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 يعني أنه يوصل ثلاث بطولات متتالية يعني برضو موسيماني ده لازم نقف عنده وعنا مش معه أنه عمي براوحيش فهو أسوأ مدرب في الدنيا ويعمي براكويسها فهو أحسن يعني فيه توفيق ساعة توفيق بيغيب عن اللعيبة ما هو بيرسيتاو ده اللي وصل لحد المرمى واختلت وزنه فطلع بشكل سيء جدا طلعها الجيش صح وقابليها أفريقيا بالمناسبة المباراة الرجاء نفس الكرة كبس ممكن بس واحدة من ناحية لبين وواحدة من ناحية الشمال لكن النهاردة بيرسيتاو الراجل رهن عليه وكل الأهلوية نادية ان هو بيرسيتاو يعني يعطي يعطي والراجل أكد بيرسيتاو موجود لعب كويس حسه ضعيف شوي يعني حسه بدنيا بس ضعيف يعني رأيي ان هو في حاجات كده يعني يعرف لو عنده كوة سنة يقدر يوصل ويروح بساعة الفينيش بصراح أحساسي بس يعني لما أقولك كده عنده مشكلة في فوتورك بس هرجع أقولي نفسي بس ما لعب في الدور الإنجليزي ده لعب منتخب جنوب أفراقيا كان أحسن لعب في منتخب جنوب أفراقيا عنده مشاكل زي اللي احنا كنا شفناها قبل مباراة وفاقستيف ما كانش لعب في كل الأماكن دي هو لعب كويس لكن ما فيش مشكلة ان أنا كنت في طوب فورم ونزلت شوي عادي جدا مش طول الوقت انت في طوب فورم بتاعتك مش طول الوقت انت فت مش طول الوقت انت بتعمل أحسن حاجة عندك بس انت استغلي بقى أحسن حاجة عندك دلوقتي دي واشتغل عليها وجزء منها كبير جزء شغل مدير فني أنا النهاردة بجيبه بأكد انت ضعت كرة بطريقة دي هنا 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 بشتغل عليها ده ما حصلش مباراته فاقستي ممكن يكون يشتغل معاه وده المدرب الكويس بالمناسبة فظهر بشكل كويس جدا جدا الحافز كمان عندي اللعيبة أفريقيا أكبر بكتير جدا محليا فده ممكن يعمل الشكل اللي انت بتتكلم عليه بستعرف الأقلي مثلا خسر الدوري السنة اللي فاتت بشكل زي ده تركيز كبير جدا في بطولة أفريقيا مع ضغط المبارات لما رجع في الدوري النقط هربت فانا بتتصور أحيانا انه الأهلي يقولك ايه احنا هنرجع للدوري وهنلم نقط تاني وخلاص لما نخلص أفريقيا فهيكون الدنيا ده جزء كبير منها وخصوصا ان الأهلي طول الوقت يعني وثق انه هو لأ يعني المنافسة بين الأهلي والزمالك وحتى كل ما بيرامتز بيجي يقرب بشكل أو بآخر رح رجع خطو بيرجع خطو فيتبعدوا عن المنافسة بشغال بشكل كويس بس يبعد خطو النهاردة الزمالك بيرايح على فكرة الزمالك مبارح قدام أم بي بيرايح نفسيا الأهلي شوية حتى وهو عينه على المبارات أفريقيا فانا في الدوري متطمن لا هرجع اشتغل بشكل كويس جدا فزي ما انت قلت بالزبط دايما الفكر بتاع انا راجع الدوري وهقدر ألم النقاط وهقدر أكسب وهقدر أصنع الفرق ده موجود عشان كده بقولك التركيز أفريقيا والحافز أفريقيا أكتر بكتير جدا منه محلية